الدعوة لحوار وطني لتكون معبراً لتحقيق تطلعات شعبنا كما جرت العادة دعوة جديدة للحوار تطلقها هذه المرة حكومة مصطفى الكاظمي لتكمل سلسلة طويلة من المؤتمرات المماثلة التي كانت حصيلتها شعارات استهلكت دون أن تجد لها سبيلاً إلى أرض الواقع الدعوة التي يطلقها الكاظم اليوم تثير الكثير من علامات التعجب والاستفهام بشأن توقيتها ومدى جديتها بعد الفشل الذريع الذي لاحق النسخ الماضية من هذه الحوارات فبالإضافة إلى كونها تفتقل لصدق النية ووضوح الهدف والآلية فإنها كما في كل مرة جاءت لتتعامل مع الإفرازات والنتائج ولم تقترب أو تلامس الأسباب والحقائق التي تقف وراء عدم استقرار العراق ولا تجيب على أهم سؤالين من هي أطراف المصالحة وعلى أي قاعدة يتم الحوار ولعل من أبرز مؤتمرات المصالحة ذلك الذي عقد في القاهرة عام 2005 بحضور ممثلين عن مختلف الفعاليات العراقية ما لبثت الكتل الموسكة بتلابيب العملية السياسية أن تنصلت من نتائجه الأمر ذاته حدث مع وثيقة مكة عام 2006 التي ذهبت هي الأخرى أدراج النسيان ويبدو أن الفشل العميق الذي يحيط بالعملية السياسية منذ تأسيسها على يد المحتل الأمريكي يدفع حكومة المحاصصة الطائفية إلى الحديث كل حين عن مؤتمر جديد للمصالحة في محاولة مكررة للتعامل مع واقع سياسي وأمني مترد يضاف له هذه المرة تركة اقتصادية ثقيلة تسببت بها سنوات النهب والفساد وضياع القانون محاولة اجترار ذات الوسائل في التعامل مع أزمات العراق عبر مؤتمرات وحوارات يجلس فيها المتناظرون ليتبادل التحايا ويتقاسم الأدوار والمغانم أصوات تدعي الوطنية والوحدة كانت سببا في تمزيق العراق وتشرذمه وسرقة خيراته تريد أن تصنع فرقعة إعلامية لا يمكن أن تغطي بحال على الواقع المزر الذي يعيشه العراق اليوم